الأخ حسين من بنغازي أو من نجدابي يقول لماذا لا تتوحد در الإفتاء در الإفتاء يوحدها إن لم توحدها المؤسسات ووحدها خوف الله سبحانه وتعالى يعني هؤلاء العلماء ليسوا في ليبيا فقط يعني في ليبيا في تونس في الجزائر في المغرب كلهم يقولون قولا واحدا ويصدرون عن شريعة واحدة ولا يحتاجون إلى توحد ولا إلى اجتماع الذي يوحدهم كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء علماء الأزر لهم منا كل الاحترام وهؤلاء علماء الشام وعلماء العراق وعلماء المملكة وعلماء اليمن والسودان لهم كل الاحترام المذهب المتعددة موجودة الدين الواضح الذي لا خلاف فيه المسائل الإجماعية هذه ليست مذهبا هذا قول رسول الله وقول الله سبحانه وتعالى هذا هو الدين مباشر الظهر أربعة صلاة الظهر واجبة المغرب ثلاثة صلاة المغرب واجبة هذا لا يشك في أحد هو فرض من عند الله سبحانه وتعالى ولا أستطيع أن أقول إن مذهب مالك أن صلاة المغرب مثلا واجبة وصلاة الظهر أربع ركعات واجبة هذا مذهب مالك هذا مذهب لا إيمة جميعا مذهب كل المسلمين لكن هناك مسائل في كتاب الله عز وجل آيات وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أحاديث شريفة طائرة هذه الأحاديث حمالت أوجه وهذه الآيات يحتمل فيها أكثر من معنى عندما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ما هو القرء؟ اللغة العربية هذا لفظ مشترك يطلق على الطهر ويطلق على الحيض فاختلف الفقهاء المالكية وغيرهم يقولون هذه الأطهار والحنابلة وغيرهم يقولون هذه الحيضات وكل رجح من جهته ذاك ببعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك بأحاديث أخر ومنهم الرجع إلى اللغة العربية في افتراق العدد في التعريف وفي التذكير والتأنيث في الأعداد إذا اختلفت المقصود أن هذه مسائل اجتهادية هذه المسائل اجتهادية يعني يقبل قول كل أحد وعلى المستفتي أن يذهب إلى من يثق في علمه ويسأله ثم ينطلق على حسب الجواب الذي يجيبه به المفتي الذي يعرف أنه من أهل العلم المهم أن يكون من أهل العلم والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد فحتى إن اختلفه اختلفه في أمور اجتهادية هذا أقول على عالم الإسلامي كله مش داخل البلاد نفسه لكن كمؤسسة نعم ينبغي أن يتحدوا لكن نحن اسأل أنت أخي الكريمة وانا أسأل وكل المسلمين وكل الليبيين يسأل الله عجل أن يجبع الكلمة وحد الصف ويبعد الأضغان ويطهر القلوب ويصفي الأرواح يطهرها من هذه الأدران وأن يجتمع جميعا على كلمة فيها إعلاء الحق ودفع الباطل وتقديم صالح الوطن للأسف غالب المسؤولين اللي جووا كلهم يا أما هم طبقتها يا أما هم جيهتها يا أما هم جيبها أما الوطن هذا آخر شيء حتى أصبحوا في جملتهم إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى أيادي بين الدول المتناحرة على كعكة ليبيا نسأل الله العفو والعافية